تحذيرات جارية على قدم وساق على مستوى مؤسسة ايتيزة للنقل الحضر وشبه الحضر تحسبا لرفع الحضر عن حركة نقل المسافرين والعودة للنشاط من جديد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف وعلى هذا تم اتخاذ جملة من التدبي للوقاية من وباء كورونا وحماية صحة المسافرين والسائقين والقابضين على حد سواء شركة اليتزاة هي نفسها الاستقبال الزبائنها في كل الظروف الحسنة الصحية والأمنية هذه المنشورات تفادي كورونا وفيروس ما كنت لاحظوه ونحن في سيپاراسون بين السائق والركاب فيما يخص المقاعد كذلك مقاعد يجلس فيهم مقاعد يراهوا سيپريمي وكي يلا ديستانسيات سوشية سواء رسبيكتي ما محتى الوقفين قمنا برسم على الداخل الحافلة أين المسافر يقدر يجلس ومن باب احتواء الوباء ومنع تفشيه إجزاء تقلص من عدد الركاب وبيع لتذاكرة صالحة لمدة أسبوع كإجراء وقائي من انتقال الفيروس عبر القطع النقدية وتخفيفا من المؤسسة على زبائنها خمس عشرة دقيقة لانتظار وصول حافلة بعد إقلاع التي تسبقها نحن 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 نشاركة بداية تحضيرات قائمة على مستوى عديد القطاعات يبقى نجاح إعادة بعث الحياة دون خطر مرهون بمدى وعي المواطنين ترجمة نانسي قنقر